إلى موضوع مهم جداً وهو انعكاس ملاكات الأحكام إذا ما كانت التشريعات من الناس تخالف تشريعات الإمام المعصوم وبهذا سيكون دافع الخمس للمراجع الطوسيين اللصوص مأثوماً سيكون مأثوماً وإذا كان في منظومة طيب الولادة سيطرد منها كي يلتحق بمنظومة خبث الولادة مر الكلام بتفاصيله وتفارعه بقيت عندي تتمة للكلام المتقدم في الحلقة الماضية سأعرضها بين أيديكم وبهذا ينتهي حديثي في موضوع الخمس الكتاب الذي بين يدي تحف العقول لابن شعبة الحديث عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثانية والستين بعد الثلاثمائة إمامنا العسكري يقول في قاعدة واضحة جداً من تعدى في طهوره كان كناقضه من تعدى في طهوره على الذي شرعه الإمام المعصوم المعصومون شرعوا لنا حدود الطهارة إذا ما تعدين تلك الحدود لا من جهة غفلة أو نسيان وإنما من جهة أننا نرى أن تلك الحدود ليست كافية بحاجة إلى تمديدها إلى إضافات فحينئذ نكون قد شرعنا تشريعاً في مواجهة تشريع الإمام المعصوم وهنا تنعكس الملاكات من تعدى في طهوره كان كناقضه كناقض الطهور انعكس الملاك لأننا أضفنا تشريعاً في مواجهة تشريع الإمام المعصوم الحكاية هي هي في مسألة الخمس فإن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن لا نتعدى حدوده بيان ما يريده الله يبينه لنا المعصوم بيان المعصوم هو بيان الله ولذا هم يقولون حديثنا حديث رسول الله وحديث رسول الله هو حديث الله دينهم صلوات الله عليهم دين رسول الله ودين رسول الله هو دين الله هذه هي الحقيقة الواضحة في ثقافتهم وفي معارفهم من تعدى في طهوره كان كناقضه انعكس الملاك الإمام وضع حدودا وضع شروطا وضع مواصفات معينة إن كان ذلك في الوضوع في التيمم في الأغسال في كل ما يطلق عليه الطهور فحينما يأتي المكلف بإضافات إنه يشرع في مواجهة تشريع المعصوم هذا التشريع نقض الطهور انعكس الملاك الذين يدفعون الخمس للمراجع الطوسيين اللعناء سينعكس الملاك عندهم الإمام أباح الخمس لتطيب ولادة الشيعة ولا تخبث فهؤلاء ستخبثوا ولادته لأن صاحب الأمر هكذا قال في التوقيع الشريف وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث حينما يأتي المراجع الطوسيون اللعناء الحقراء اللصوص كي يشرعوا في مواجهة تشريع إمام زماننا فإن ملاك الحكم سينعكس الذين سيدفعون الخمس ستخبثوا ولادته بالضبط مثل ما يقول إمامنا الحسن العسكري هنا من تعدى في طهوره كان كناقضه ينعكس الملاك عكاسا هذه قضية واضحة في عمق أسرار معارف وثقافة العترة الطاهرة وقد حدثتكم في الحلقة الماضية من أن الله يريد من عبيده أن يعمل برخصه مثل ما يريد منهم أن يعمل بعزائمه العزائم الواجبات ما يجب علينا أن نقوم به وما يجب علينا أن نمتنع عن أن ننتهي عن العزائم هي الواجبات فإن الله يحب أن يعمل عبده بالرخص مثل ما يعمل بالعزائم والواجبات هذا الأمر واضح وواضح جدا في طوايا آيات الكتاب الكريم بتفسيرهم بتفسيرهم فقط وفي طوايا أحاديثهم وهذه أمثلة من أحاديثهم التي نفهمها وفقا لقواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم نذهب إلى فاصل من المصدر نفسه من تحف العقول لابن شعبة ومن الطبعة نفسها في صفحة الخامسة والستين بعد المائتين من حديث لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الكذبة لتنقض الوضوء هذه التتمة التي أحدثكم في أجوائها في هذه الحلقة وضعت لها عنوانا موازين الحقيقة شيء آخر فهذه التتمة التي هي ملحق بما تقدم في الحلقة الماضية عنوانها موازين الحقيقة شيء آخر إن الكذبة لتنقض الوضوء إن الكذبة لتنقض الوضوء إذا توضع الرجل للصلاة وتفطر الصيام وتفطر الصيام وتفطر الصيام القراءتان صحيحتان وتفطر الصيام فقيل له إنا نكذب يا ابن رسول الله إننا نكذب فقال صلوات الله عليه ليس هو باللغ هناك كذب لغ اعتاد عليه الناس لا قيمة له لا يجوز لكنه لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصيام فقال ليس هو باللغ ولكنه الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة صلوات الله عليه هذا الكذب الذي ينقض الوضوء وهذا الكذب الذي ينقض الصيام إن الكذبة لتنقض الوضوء إذا توضع الرجل للصلاة وتفطر الصيام فقيل له إنا نكذب فهل أننا كلما كذبنا فإن وضوء سيكون باطلا وإن صيامنا سيكون باطلا فقال صلوات الله عليه ليس هو باللغو أنا لا أتحدث هنا عن الكذب اللغو هذا مضمون كلام الإمام صلوات الله عليه ولكنه الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة صلوات الله عليهم من الذين يكذبون على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة في واقعنا الشيعي هل هم عامة الشيعة عوام الشيعة هؤلاء لا يفكرون بهذا الموضوع لا يفكرون أن يكذبوا على الله أو أن يكذبوا على رسول الله أو أن يكذبوا على الأئمة الذين يكذبون على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة وبإصرار إنهم المراجع الطوسيون اللعناء إمامنا الصادق هو الذي يحدثنا عن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الطويلة زمان الغيبة الكبرى إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه طبعة ذو القربى الطبعة الأولى أم المقدسة الرواية تبدأ في الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين بالرقم الثالث والأربعين بعد المائة أقرأ عليكم من الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين إمامنا الصادق يخبرنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هذا هو حالهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة البعض من العلوم القليل يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا عند نصابنا إن كانوا من نصاب سقيفة بني ساعد فهم يتفقون معهم في كثير من الأمور وإن كان الحديث لا يتحدث عن هؤلاء الرواية هنا تتحدث عن نصاب الشيعة فإن في الشيعة نصابا وإن في الشيعة بتريين وإن في الشيعة مقصرين وإن في الشيعة مرجئيين وإن 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 وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه إنهم مراجع المذهب الطوسي إنهم مراجع النجف وكربلاء ثم يضيفون إليه إلى ذلك البعض الذي تعلموه من علوم العترة الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون من شيعتنا وفي نسخة المستسلمون الذين استسلموا لهؤلاء المراجع الطوسيين اللعناء فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم المراجع ضلوا وأضلوا الشيعة معهم وإذا ما قرأنا الرواية إلى آخرها فإن الشيعة سيموتون على ضلالهم قليل منهم سيهتدون قليل منهم سيذهبون في طريق ضلال مراجعهم اللعناء الإمام يقول عن هؤلاء المراجع اللعناء وهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الرواية مفصلة ولا مجال للوقوف عند كل تفاصيلها يمكنكم أن تعودوا إلى برامج السابقة حيث طولت وعردت في شرحها وبيانها في العديد من برامج الأكاذيب أكاذيب المراجع هؤلاء هم الذين أكاذيبهم تكون ناقضة لوضوئهم وناقضة لصيامهم وحينما ينقض الوضوء تنقض الصلاة وهم في حالة كذب مستمر هذا يعني أن لا طهارة لهم ولا صلاة لهم ولا صيام لهم لأنهم في حالة مستمرة من الكذب هم يشتغلون في الشأن الديني وهم يكذبون ليل نهار في الشأن الديني فلذا لا طهارة لهم لا وضوء لهم لا غسل لهم ولا صلاة لهم ولا صيام لهم أنتم تأتمون بأناس هذا حالهم هذه أحاديث العترة هذا ما هو كلامي هذه كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأعتقد أن المعاني واضحة وواضحة جدا مثل ما قلت لكم فإن موازين الحقيقة شيء آخر هذا كتاب المحاسن للبرق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة السابعة والخمسين من الباب الخامس الحديث الثاني بسنده بسند البرقي عن هشام بن الحكم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا صلاة لحاقن وحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه الحاقن والحاقنة الذي يضغط عليه البول الذي هو بحاجة لإخراج فضلات بدنه هذا هو الحاقن الحاقن الذي يحتاج إخراج بوله والحاقنة كذلك لكنه يحاول أن يضغط على أعصابه ويبقى مستمرا في صلاته الإمام هكذا يقول لا صلاة له لأن نجاسته موجودة على ثيابه مع أنها في داخل بدنه لا صلاة لحاقن وحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه بمنزلة من هو في ثوبه من هو في ثوبه البول في ثوبه النجاسة لا صلاة لا صلاة لحاقن وحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه الأئمة منعونا أن نتوجه إلى القبلة في صلاتنا ونحن حاقنون بمثل هذه الحالة نحن نواجه هذا الذي بينه لنا الأئمة بموقف معاكس نصر على الاستمرار في الصلاة ونحن حاقنون في حالة مخالفة للذي بينه لنا الأئمة انعكس الملاك انعكس الملاك انعكس الملاك ثيابنا طاهرة لكنها صارت نجسة بهذه المنزلة تنجست بالبول مع أن البول لا زال محبوسا في المثانة لا صلاة لحاقن وحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه من أن البول في ثوبه نذهب إلى فاصل في أحاديث العترة الطاهرة من أن الإنسان إذا قام في محراب صلاته وكان يرتدي ثيابا من أفضل الثياب ومن أنظف الثياب ولم تكن مقصوبة من ماله الذي كسبه بطريق بطريق الحلال لكن المصلي قبل أن يدخل في صلاته كان قد لبس تلك الثياب لأجل أن يباهي الآخرين بها لأجل أن يتفاخر بما عنده من الثياب لأجل أن يتكبر بمظهره هذا على آخرين لغايات نفسية سخيفة كهذه الغايات إذا ما صلى بذلك الثوب الذي لبسه لتلك الغايات وحان وقت الصلاة وصلى به فإنه يصلي عاريا لا صلاة له لابد أن تعرف هناك فارق بين فتاوى تتناول ظاهر الأمر من أن الإنسان بحسب ظاهر حاله قد التزم بالشروط وبالأداء بأداء ما يمكن أن يشكل صورة الصلاة هذا كله بحسب ظاهر الأمر لكننا إذا اخترقنا الإنسان إلى داخله إلى مكنون ضميره فإن الأمر سيكون مختلفا جدا وعينئذ ستأتينا موازين الحقيقة سيكون الفقه بلباس آخر فهذا الذي يصلي بثياب نظيفة طاهرة جميلة من أرقى الثياب ليست مغصوبة من ماله الحلال لكنه لبس تلك الثياب ل سبب من الأسباب التي أشرت إليها ولم يكن قد لبس تلك الثياب لأجل أن يصلي بها لأجل أن يتوجه إلى وجه الله بها فإنه يصلي عاريا هذه الثياب لا حقيقة لها كما قلت لكم موازين الحقيقة شيء آخر وحينما نتجاوز ما شرعه المعصوم بما عندنا من تشريع أو من أداء أو من فعل أو من قول يواجه ما يريده المعصوم فإن ملاكات الأحكام ستنعكس ألا تلاحظون أن المصاديق التي قرأت ما قرأت من الأحاديث بخصوصها تلتقي عند هذه النقطة هناك شيء صادر من عندنا في مواجهة ما بيّنه ما وضحه ما شرعه لنا المعصوم وبسبب ذلك فإن ملاكات الأحكام ستنعكس فهذا الثوب الساتر يراد منا أن نلبسه لأجل صلاتنا لأجل أن نواجه وجه الله في صلاتنا إذا ما لبسناه لشيء آخر لغاية سخيفة أخرى من الغايات النفسية التي تعتلج في نفس الإنسان بسبب أمراضه النفسية أو بسبب حالاته السلوكية الخاطئة فإن ملاك الحكم سيتغير سيكون ذلك الإنسان عاريا حينما يتعدى حدود طهوره فإن فإن ذلك التعدي سيكون ناقضا لطهوره وحينما يكذب على الله وعلى رسوله وعلى آل رسوله فإن الكذبة تلك ستكون ناقضة لطهوره وتكون ناقضة لصيامه وضربت لكم مثالا من حالة مستديمة من الكذب المتكرر والمضاعف إنها أكاذيب المراجع الطوسيين اللعناء فهم يكذبون ويكذبون ويكذبون مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ونحن براء منها براء من تلك الأكاذيب أقرأ عليكم من رجال الكش وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة الفين واربعة ميلادي في صفحة الحادية والستين بعد الثلاثمائة رقم الحديث ستمية وسبعة وستين بسنده بسند الكش عن عمار الساباطي قال قال سليمان ابن خالد لأبي عبد الله للإمام الصادق صلوات الله عليه وأنا جالس عمار الساباطي كان جالسا سليمان ابن خالد يقول للإمام الصادق سليمان ابن خالد كان مخالفا للعترة الطاهرة وبعد ذلك اهتدى إليهم كان على دين سقيفة بن ساعد ثم اهتدى إلى العترة الطاهرة سليمان ابن خالد يقول للإمام الصادق إني منذ عرفت هذا الأمر عرفت دين العترة إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفته يقضي عن الأيام التي كان على دين سقيفة بن ساعد يصلي فيها كان يصلي ولكنه اهتدى إلى دين العترة الطاهرة فأخذ يقضي ما يقضي من صلوات أيامه التي كان فيها على دين سقيفة بن ساعد إني منذ عرفت هذا الأمر الأمر هو دين العترة إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفته قبل معرفة دين العترة الإمام ماذا قال له قال لا تفعل لا تفعل لا تقضي صلاة عن تلك الأيام لماذا يا ابن رسول الله قال لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها حينما كنت على دين سقيفة بني ساعد فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة أعظم من ترك ما تركت من الصلاة ما تركت من الصلاة ما تركت من الصلاة بحسب دين سقيفة بني ساعدة أو ما تركت من الصلاة الصحيحة بحسب دين العترة الطاهرة فهو إما أن يكون تاركا للصلاة لم يكن مصليا بحسب دين سقيفة بني ساعدة أو أنه كان يصلي على دينهم ولم يكن يصلي على دين العترة الطاهرة ومرت علينا الروايات والأحاديث من أن الناصب الأمر بالنسبة إليه سواء صلى أم زنه لا تفعل فإن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة لن تستطيع أن تعوض ذلك لا قيمة للصلاة لن تستطيع أن تعوض ذلك ولذا فإن الذي هو على دين سقيفة بني ساعدة ويهتدي إلى دين العترة الطاهرة لا يجب عليه أن يقضي صلاته لأنه كان في حال هو أسوأ وأسوأ وأسوأ من أمر أن تكون صلاته باطلة أو أنه أساسا لم يكن مصليا قال لا تفعل فإن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة انعكاس الملاكات انعكاس الملاكات لماذا يتساوى عند الناصب أن يصلي أو أن يزني إن كان يقوم بحركات العملية الجنسية المحرمة أو كان يقوم بحركات الصلاة من سجود وركوع الأمر واحد لماذا لماذا لأن الملاكة قد انعكس فهذه ما هي بصلاة هذه ما هي بصلاة هذه حركات تساوي حركات الزنا لأن الناصب يشرع دينا في مواجهة ما يشرعه المعصوم من دين انعكاس الملاكات القضية واضحة بينة خذوا كل هذا وطبقوه على مسألة الخمس القضية خطيرة خطيرة وقد قلت لكم اجعلوا هذا الموضوع واجعلوا هذه الحلقات نقطة دالة بالنسبة لكم عودوا واستمعوا إليها وتفحصوها وناقشوها فيما بينكم وتأكدوا من صحة المعلومات التي طرحت في هذه الحلقات احترموا عقولكم وبعد ذلك أصدروا حكمكم إما أن تضعوا خطين متقاطعين علي أو أن تضعوا خطين متقاطعين على المذهب الطوسي النجس هذا أمر راجع إليكم هذه ثقافة العترة الطاهرة وهي واضحة وصريحة جدا في السياق نفسه هناك ما هو أعجب هناك ما هو أعجب هذا هو الجزء السابع من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان لبنان صفحة 411 إنه الحديث الثامن عشر هذا الحديث من الباب المرقم 227 إنه باب النوادر من كتاب الديات بسنده بسند الكليني عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب أهل الحي منصور ابن حازم يحدث الإمام عن أيام شبابه حينما كان صغيرا كنت أخرج في الحداثة في الحداثة حينما كنت في سن الشباب في بدايات شباب كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة المخارجة عنوان ل نوع من اللعب كان الشباب يلعبونه مثلما هناك المبارزة بالسيوف مثلما هناك المصارعة هناك المخارجة يخرجون أيديهم في مكان يضعون أيديهم في مكان وهناك عملية ضرب تسابق وسباق نوع من أنواع الألعاب الرياضية منصور ابن حازم يقول قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب أهل الحي وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصى فقتلته أثناء اللعب لأنهم يضعون أيديهم في مكان مرسوم على الأرض وهناك من يكون ممسكا بالعصى كي يضرب على أيديهم وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصى أثناء اللعب فقتلته فقال الإمام الصادق يسأل منصور ابن حازم فقال أكنت تعرف هذا الأمر إذاك حين قتلت ذلك الرجل هل كنت عارفا بدين العترة هل كنت على دين العترة قال قلت لا منصور ابن حازم يقول قلت لا فقال لي ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشد عليك مما دخلت فيه أشد عليك مما دخلت فيه في ذلك العبث في اللعب في لعب المخارجة وما صدر منك من قتل ذلك الرجل ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر من جهلك بدين العترة ما ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشد عليك مما دخلت فيه كلام خطير وخطير جدا هذا ينطبق علي وعليكم على الأقل ينطبق علي حينما كنت طوسيا ولست على دين العترة فهذا الكلام يجري علي ويشري عليكم إذا انتقلتم من المذهب الطوسي إلى دين العترة فإنني قد كفرت بالمذهب الطوسي جملة وتفصيل وتمسكت بدين العترة الطاهرة تمسكت بأمرهم بأمر محمد وآل محمد مثلما يتحدث أئمتنا هنا صلوات الله عليهم ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر من جهلك بدين العترة أنا أقول هذا لنفسي ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشد عليك مما دخلت فيه من كونك فيما مضى من الأيام على ذلك المذهب النجس على مذهب مراجع النجف وكربلاء على مذهب الطوسيين اللعناء الحقائق واضحة وجلية تترى بين أيديكم هناك رواية مهمة جدا جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه من الطبعة نفسها صفحة خمسمية واثمانية وستين رقم الحديث اثلاثمية وستة وخمسين ولقد جاء رجل يوما إلى علي بن الحسين إلى إمامنا السجاد صلوات الله عليه ولقد جاء رجل يوما إلى علي بن الحسين برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف اعترف الرجل قال نعم إنني قتلت أبا هذا الشخص فأوجب عليه القصاص طالب بالقصاص ابن المقتول الرواية طويلة خلاصة الكلام الإمام السجاد سأل الرجلين وعن علاقتهما ببعض فتبين أن الرجل القاتل لأبي ذلك الرجل الذي جاء به إلى الإمام السجاد أن القاتل كان سببا وكان معلما للرجل للرجل الثاني بدين العترة بولاية أمير المؤمنين ماذا قال إمامنا السجاد لذلك لذلك الرجل الذي قتل أبوه قال فهذا لا يفي بدم أبيك لأن الإمام السجاد سأله فماذا حقه عليك أي حق لهذا الرجل الذي قتل أباك أي حق له عليك قال يا ابن رسول الله لقنني توحيد الله ونبوة رسول الله وإمامة علي ابن أبي طالب والأئمة دين العترة فقال علي ابن الحسين فهذا لا يفي بدم أبيك هذا حق عظيم بلى والله هذا يفي بدماء أهل الأرض كلهم من الأولين والآخرين سوى الأنبياء والأئمة إن قتلوا فإنه لا يفي بدمائهم شيء هذا هو ميزان الحقائق بحسب الموازين الظاهرة لتنظيم حياة الناس فتوائيا فقهيا هناك القود أن يقتلى القاتل بالمقتول إذا ما طالب ولي المقتول بذلك أو أن يدفع الدية الإمام السجاد وضع ميزانا يختلف عن هذه الموازين حينما سأله فماذا حقه عليك قال يا ابن رسول الله علمني دين العترة فماذا قال الإمام السجاد صلوات الله عليه فهذا لا يفي بدم أبيك دم أبيك قيمته دون ذلك بكثير فهذا لا يفي بدم أبيك بلى والله هذا يفي بدماء أهل الأرض كلهم من الأولين والآخرين سوى الأنبياء والأئمة كما قلت لكم موازين الحقيقة شيء آخر الأمر هو هو الأمر هو هو فولي المقتول أراد أن يضع ميزانا في مواجهة ميزان المعصوم ميزان المعصوم هو هذا حينما نضع ميزانا في مواجهة ميزان المعصوم فإن ملاكات الأحكام ستتغير ستتبدل كل هذه الحقائق تعود بنا إلى التوقيع الشريف إلى توقيع إسحاق بن يعقوب فيما يرتبط بإباحة الخمس وتحليله حينما نقض الطوسيون حكم الإمام انتشر الشذوذ الجنسي في مذهبهم في المذهب الطوسي القذر ولا زال منتشرا إلى يومنا هذا هذه حقيقة هذه حقيقة لا يستطيعون إنكارها وقد عردت ما عردت من الأدلة والحقائق والوثائق التي تثبت انتشار الشذوذ الجنسي في جميع أنحاء المذهب الطوسي وفي مختلف المستويات من المستويات النظرية إلى المستويات العملية من كبار المراجع إلى صغار المعممين عردت ما عردت من الوثائق والحقائق بين أيديكم في النصف الأول من شهر رمضان الذي مر علينا قريبا السبب انعكاس الملاكات وهذا هو أدل دليل على أن المذهب الطوسي مذهب عباسي لأن العباسيين مخنثون لأن العباسيين مؤنثون هكذا وصفهم المأمون العباسي في رسالة خاصة من قبله إلى أعمامه العباسيين هذا ما هو بكلام شخص بعيد عن العباسيين هذه رسالة المأمون إلى أعمامه وأبناء عمومته المذاهب العباسية ينتشر فيها الشذوذ الجنسي لأن الشذوذ الجنسية من ملازمات منظومة خبث الولادة الدافعون للخمس هم من أتباع منظومة خبث الولادة لأن ملاكات الأحكام تكون منعكسة بحقهم فهم يعارضون تشريع المعصوم بتشريع جديد من هنا انتشر الشذوذ الجنسي في مكاتب المراجع وفي مؤسسات المراجع وفي حوزة المراجع وفي الجو الطوسي النجفي بشكل واضح يعرفه الحوزويون في النجاف ويعرفه النجفيون من عوام الشيعة هذه حقائق إنه المال الحرام وأي حرام سرقة من الشيعة باسم صاحب الأمر تشريع في مواجهة تشريع صاحب الأمر انعكاس لملاك التشريع الإمام وضع الملاك لتطيب ولادة الشيعة ولا تخبث المراجع الطوسيون اللعناء عكس الملاك لتخبث ولادة الشيعة ولا تطيب هذا هو الذي جرى ولا زال يجري يا أيها الشيعة أتعون أم لا تعون نذهب إلى فاصل أقرأ عليكم من الجزء السابع والعشرين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة إنه الحديث الحادي عشر نقله المجلس عن قرب الإسنات عن محمد بن عيسى عن القداح عن إمامنا الصادق عن إمامنا الباقري صلوات الله عليهما جاء رجل إلى علي أمير المؤمنين صلوات وسلام عليه جاء رجل إلى علي فقال جعلني الله فداك إني لأحبكم أهل البيت قال وكان فيه لين كان مخنثا جاء رجل إلى علي صلوات الله عليه فقال جعلني الله فداك إني لأحبكم أهل البيت وكان فيه لين كان مخنثا فأثنى عليه عدة من الناس من الجلاس فقال له أمير المؤمنين كذبت ما يحبنا مخنث ولا ديوث ولا ولد زنا ولا من حملت به أمه في حيضها قال فذهب الرجل فلما كان يوم مصفين قتل مع معاوية هذا شاهد أوردته لكم على أن منظومة طيب الولادة تكون خلية من هذا المعنى من هذا الوصف هذا الوصف يكون ملاسقا لمنظومة خبث الولادة حكم الخمس بحسب إباحة الإمام يسهل على الشيعي أن يلتحق بمنظومة طيب الولادة ما شرعه الطوسيون اللعناء فإنه يخرج الشيعية من منظومة طيب الولادة إلى منظومة خبث الولادة الشذوذ الجنسي من خصائصي وميزاتي منظومة خبث الولادة منظومة طيب الولادة ترفض وتتأبى بشكل كامل عن الشذوذ الجنسي ولذا فإن أمير المؤمنين أراد أن يبين هذه الحقيقة أمير المؤمنين ليس في مقام صد هذا الرجل أو منعه الإمام أراد أن يبين حقيقة وتجلت هذه الحقيقة في عاقبة هذا المخند أعيد قراءة الرواية عليكم الرواية مروية عن إمامنا الصادق عن إمامنا الباقر عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جاء رجل إلى علي فقال جعلني الله فداك إني لأحبكم أهل البيت وكان فيه لين فأثنى عليه عدة من الحاضرين مدحوه أمير المؤمنين هكذا قال له كذبت ما يحبنا مخنث ولا ديوث ولا ولد زنا ولا من حملت به أمه في حيضها قال فذهب الرجل فلما كان يوم صفين قتل مع معاوية لعنة الله على معاوية هذا هو الجزء الخامس والعشرون من جامع أحاديث الشيعة الذي ألف بإشراف من أحسين البروجردي من المرجع المعروف في إيران وفي مدينة قم هذا هو الجزء الخامس والعشرون وهذه الطبعة طبعة انتشارات واصف لاهيجي قموا المقدسة صفحة 469 رقم الحديث 23 نقله عن جامع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله من ألحى في وطء الرجال من ألحى في وطء الرجال هو الذي يفعل لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه إنعكاس في الملاك فإنه يتحول من فاعل إلى مفعول حينما كان يفعل اللواط إنه يخالف ما شرعه المعصوم سينعكس الملاك سيعود ملاطا فيه هذا قانون بيّنه لنا رسول الله من ألحى في وطء الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه وحق الحسين إني لأعرف من مصاديق هذا القانون في الحوزة الطوسية إني لأعرف من كبار القوم من ينطبق عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله من كبار القوم ولا زالوا لزالوا على هذا الحال كانوا يمارسون أهل واط في أيام شبابهم حينما تقدم بهم العمر صاروا إلى هذه العاقبة يلاط فيهم إنني أتحدث عن رموز كبيرة رموز كبيرة رموز كبيرة أنتم تقدسونها لا أريد أن أقول أكثر من ذلك وهذه القضية ليست قضية منفردة إنها متكررة متكررة في الواقع العباسي الطوسي كما قلت لكم موازين الحقيقة شيء آخر شيء آخر تذكروا هذه الكلمة إنها كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله من ألح في وطء الرجال هو الذي يفعل لم يموت حتى يدعو الرجال إلى نفسه قضية خطيرة جدا رسول الله يتحدث عن فعل فيزيائي ظاهر حتى يدعو الرجال من الآدميين إلى نفسه لأن اللواط قد يتحقق بفعل الآدميين وقد يتحقق بفعل الأبالسة الذين يكونون في منظومة خبث الولادة إن لم يكونوا يلاط بهم من قبل الآدميين فإن الأبالسة يلوطون بهم أقرأ عليكم من الجزء السادس والسبعين من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من بات سكرانا من بات سكرانا بات عروسا للشيطان الشيطان يفعل فيه إلى الصباح يلوط فيه هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله من بات سكرانا بات عروسا للشيطان يفعل فيه إلى الصباح حينما تتحدث كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم عن الشذوذ الجنسي فإن الشذوذ الجنسية إذا كان مرسوما بصورة اللواط فإن اللواط قد يتحقق من قبل الآدميين في ذلك الإنسان وربما يتحقق من قبل الشياطين وربما يتحقق من قبل الإثنين خصوصا إذا كان جامعا لشرائط فجامع الشرائط تجتمع فيه الشرائط وخصوصا إذا كان كما يقول الخوئي وكما يقول السستاني بأنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت أو ممن له ثبات تام في أمرهم وقد قرأت ذلك عليكم من كتبهم إذا كان من هذا النوع فإنه جامع للشرائط أي مرجع هذا الذي يريد مني أن أقدسه وأن أتبعه في أمر ديني وهو لا يحب محمدا وآل محمد شديد الحب هذا قضيته قضية هذا السكران هذا عروس للشيطان هذا عروس للشياطين من الآدميين ومن الأبالس الحكاية خطيرة وخطيرة جدا هذا كتاب الخصال كتاب الخصال وحديث خطير حديث خطير خطير جدا ربما ما سمعتم بمثل هذا المعنى كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أقرأ عليكم هذا الحديث الخطير في صفحة الخامسة والأربعين من كتاب الخصال من باب الواحد إنه الحديث الثامن والثمانون بسنده بسند الصدوق عن محمد ابن أبي عمير عن سعد ابن أبي خلف عن نجم وهو من أصحاب إمامنا الباقر عن نجم عن أبي جعفر صلوات الله عليه إمامنا الباقر قال لي يا نجم كلكم في الجنة معنا أنتم الذين تقولون نحن شيعتكم يا نجم كلكم في الجنة معنا إلا أنه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك ستره وبدت عورته أية مصيبة هذه قال قلت له جعلت في ذاك وَإِنَّ وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنُونَ قال نعم إن لم يحفظ فرجه وبطنه إن لم يحفظ فرجه وبطنه من الحرام هذه هذه مشكلة أصحاب العمائم مشكلة أصحاب العمائم للذين يعرفونهم عن قرب ربهم دينهم فروجهم وبطنه لا أريد أن أقول من أن الجميع هكذا لكن الأعمى الأغلب 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 وهذا حاله لماذا؟ لأنهم يرتبطون بمنظومة خبث الولادة أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول لأحد أصحابه لنجم يا نجم كلكم في الجنة معنا إلا أنه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك ستره وبدت عورته قال قال قلت له جعلت في ذاك وإن ذلك لكائن قال نعم إن لم يحفظ فرجه وبطنه إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه حين أباح الخمسة لشيعته وحل له زمان غيبته إلى وقت ظهور أمره لتطيب ولادتهم ولا تخبث التطبيق العملي هو هذا لأجل أن يحفظوا فروجهم وبطونه هذا هو التطبيق العملي الذي الذين شرعوا بخلاف تشريعه فإن تشريعهم هذا يقود إلى انعكاس الملاك إلى عدم حفظ الفرج والبطن وهذا هو السبب الذي أدى إلى انتشار الشذوذ الجنسي بكل مستوياته النظرية والعملية في الواقع المرجعي الطوسي وفي الواقع الحوزوي الطوسي انعكاس الملاكات هذه الرواية خطيرة بحيث أن الإنسان يدخل الجنة وهو بهذا الحال قد يقول قائل هذه الجنة أليس الذين يدخلون فيها يكونون منعمين بحسب عمله إذا كان الجميع ينعمون بنفس المستوى وإذا كان الجميع يكونون في نفس الدرجة فهذا ظلم للذين يستحقون درجات أعلى من هؤلاء ولذة استحقاق الدرجات العليا تكون أعظم من سائر اللذائذ الأخرى في الجنان هذه لذة معنوية إنها لذة مجاورة محمد وآل محمد اللذائذ الحسية في الجنان تكون لا قيمة لها بالقياس إلى هذه اللذة هذا موضوع مفصل موضوع مفصل وهؤلاء إنما يهتك سترهم وتبدو عورتهم لأنهم لن يكونوا على صلة مباشرة بمحمد وآل محمد في الجنان سيكونون في الجنان لكنهم بعيدون عنهم فهؤلاء قد هتك سترهم وبدت عورتهم لن يكون من أولئك الذين وجوههم مبيضة وهم جيران رسول الله وهم جيران وحولي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله الموضوعات هذه مفصلة ويفتح بعضها على البعض الآخر أنتقل بكم إلى حديث من المصدر نفسه إلى حديث آخر في صفحة السابعة والخمسين بعد المائتين من باب الأربعة إنه الحديث الخامس والستون عن إمامنا الصادق عن الباقر عن رسول الله صلى الله عليه وآله النبي يقول أربع يمتن القلب لا أريد أن أقرأ الحديث بكامله لأنني لا أجد وقتا كافيا لشرحه أذهب إلى موط الشاهد النبي يقول أربع يمتن القلب المراد من موت القلب ظلمته المراد من موت القلب بعده عن إمام زمانه لأن أولياء الله تتوجه قلوبهم إلى إمام زمانهم مثل ما نقرأ في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء كيف يتوجه الأولياء إلى وجه الله يتوجهون إليه بقلوبهم لن يستطيع أن يتوجه إلى وجه الله بقلوب ميت إذا لم تكن قلوبهم حية مضيئة منيرة مطهرة شريفة بشرف ولاية علي إذا لم تكن قلوبهم هكذا لن تستطيع أن تتوجه إلى وجه الله أربع يمتن القلب يكون القلب ميت أولاً ثانياً ثالثاً أذهب إلى موطن الحاجة ومجالسة الموت مجالسة الموت تؤدي إلى أن يموت قلب الإنسان ما المراد من مجالسة الموت من هم هؤلاء الموت الذين إذا ما جالسناهم فإن الحياة ستسلب من قلوبنا هل هم الذين يهيئون لدفنهم في التراب أم هو شيء آخر ومجالسة الموت فقيل له يا رسول الله وما الموت من هم هؤلاء الموت الذين إذا ما جالسناهم فإن الحياة ستسلب من قلوبنا سيخيم الظلام عليها فقيل له يا رسول الله وما الموت قال كل غني مترف النبي هنا لم يقل كل غني مترف فاسق وإنما الحديث يكون عن المتدين بالدرجة الأولى الذي يقول أنا متدين كل غني مترف هؤلاء هم الموت الذين إذا ما جالسناهم فإن الحياة ستسلب من قلوبنا لماذا الغني المترف ما هو همه في الحياة الغني المترف همه في الحياة أولا الاكثار من الربح أن يكثر وأن يستكثر من أرباحه فهو غني وثانياً أن يكثر وأن يستكثر من ترفه من ترف الحياة من لذائذ الحياة ولكن بمستوى الطرف لا بمستوى الحاجة المنطقية المعقولة هذا الذي يكون همه هكذا فإنه سينسى الموت أو يتناسى الإنسان إذا ما نسي الموت أو تناسى أدخل نفسه في دائرة مرتبكة صار ميت ذكر الموت هو الذي يبعث الحياة فينا إنني أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة تنعكس الملاكات تنعكس الملاكات أئمتنا قالوا لنا تذكروا الموت إنني لا أتحدث عن تذكر الموت أن نقيم العزاء والمناحة مثل ما يفعل بعض رجال الدين أمام الناس حينما يتحدثون عن الموت أنا أتحدث عن ثقافة العترة في التعامل مع الموت الموت حقيقة لماذا نحاول أن ننسى هذه الحقيقة أو أن نتناساها الموت حقيقة الموت شيء يلاصقنا في يقضتنا ومنامنا لابد أن نعرف أننا نتحرك باتجاه الموت في كل ثانية في كل دقيقة الموت ما هو بكابوس الموت مرحلة مثل ما ننتقل من بلد إلى بلد ومثل ما ننتقل من مشكلة إلى مشكلة ومثل ما نواجه مصاعب الحياة الموت مرحلة نواجهها كي ننتقل إلى عالم آخر إنه حقيقة لن نستطيع الفرار منا أن نتعامل مع الموت من أنه بعيد عنا هذا غباء وهذه سفاهة الموت قريب منا ملاصق لنا أن نجعل الموت مناحة لأننا سنموت ماذا أقول هذا ألعن من السفاهة الكل سيموت لماذا ننوح على أنفسنا لأننا سنموت الكل سيموت كلنا سنموت لماذا الخوف من الموت إذا كنا نتحرك باتجاه الموت مثل ما يريد أئمتنا إذا كنا نتسلح بسلاح الأمان بمعرفة إمام زماننا هذا هو سلاح الأمان لا كما يضحكون عليكم من أن المرجعية صمام أمان سلاح الأمان الذي يجب على كل شيعي أن يهيئه معه لنفسه ولقبره وللعالم الذي سينتقل إليه بعد موته عليه أن يهيئ سلاحه وما ذلك السلاح إلا معرفة إمام زمانه ولذا من مات على معرفة إمام زمانه مات شهيدا والذي لا يموت على معرفة إمام زمانه مات ميتة جاهلية ومعرفة إمام زماننا هي في معرفة العقيدة السليمة وجزء من هذا أن نتعامل مع الموت بحسب ثقافة العترة الطاهرة الموت لا هو بكابوس ويمكن أن يزول الموت لا هو بمناحة ننوح ونعطل حياتنا الموت مرحلة حقيقية تلامسنا ونلامسها لا بد أن نتعامل معها بحسب ما تملي علينا ثقافة العترة الطاهرة هذا الغني المتراث لأن همه أن يكثر وأن يستكثر من أرباحه المادية ولأن يكثر ويستكثر من ترفه ومن تنعمه إلى أبعد الحدود في لذائذ الحياة الحسية إنه ينسى الموت أو يتناسى حتى لو خطر خاطر الموت في ذهنه فإنه يحاول أن يقفز على هذا الخاطر بترفه ونعيمه ولذائذه ومتعه وثانيا يكون مشغولا بتوافه الحياة الغني المترف ينسى أو يتناسى الموت يكون مشغولا بتوافه الحياة وهؤلاء إذا ما بحثت عنهم في أجوائنا الدينية فإنهم يكونون مشدودين إلى دين رجال الدين وليس إلى دين العترة هناك دينان دين رجال الدين هذا دين يصطنعه رجال الدين في كل الديانات وهو الدين الرسمي الذي يتحدث عنه أصحاب العمائم في واقعنا الشيعي مثلا وكذا في سائر الديانات الأخرى دين رجال الدين ما هو بدين لأن رجال الدين أساسا لا دين لهم ولا دين عندهم دينهم أهواؤهم دينهم شيطنتهم دينهم أكاذيبهم وأحابيلهم وترهاتهم وسفاهتهم وسفاهتهم وخراؤهم هذا هو دينه عندنا في واقعنا الشيعي أو في الواقع السني أو في سائر الديانات الأخرى هذه هي الحقيقة من الآخر الدين دين الأنبياء الدين دين الأوصياء وهؤلاء يقفون في مواجهة الأنبياء والأوصياء في كل الديانات في كل الديانات ولذا فإن المراجع الطوسيين في أجوائنا الشيعية يقفون في مواجهة إمام زماننا وهذه العاقبة ستتحقق بشكلها الفيزيائي والحسي عند ظهور إمام زماننا هكذا أخبرنا أئمتنا في أحاديثهم ورواياتهم وكلماتهم الشريفة لا يضحكون عليكم بأكاذيبهم وبتحريف معاني الأحاديث والروايات ويقولون لكم من أن الأحاديث هذه في النواصب ويقصدون بالنواصب من أبناء المذاهب العباسية الأخرى وهم أيضا من أبناء المذهب الطوسي العباسي القذر نذهب إلى فاصل إنها الآية الثانية والعشرون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها بحسب تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم أو من كان ميتا إنه لا يعرف أي شيء لا يعرف من دين العطرة شيئا وهذا الميت هؤلاء هؤلاء هم الموتى الذين أخبرنا عنهم رسول الله إنهم الأغنياء المترفون الذين يميلون إلى دين رجال الدين هذا هو الموجود في الواقع ابحثوا عن الأغنياء المترفين في كل المجتمع الشيعي ابحثوا عن أغنياء الخليج إلى من يميلون هل يميلون إلى دين العطرة أم أنهم يميلون إلى دين رجال الدين ابحثوا عنهم في كل مكان ستجدون أن الأغنياء المترفين يميلون إلى دين رجال الدين ويكونون منشغلين بتوافه الحياة ويحاولون قدر الإمكان أن يتناسوا الموت أن يبعدوا الموت عن أذهانهم كل همهم أن يستكثر من الأرباح وأن يستكثر من الترف ومن النعيم هؤلاء هم الموت الذين لم تتنور قلوبهم بمعرفة إمام زمانه هذا المديح والتعظيم لهم من قبل المراجع لأن المراجع أنفسهم قلوبهم مظلمة فهم يضحكون عليهم أو من كان ميتا لا يعرف شيئا هكذا جاء في أحاديث العترة الطاهرة فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس جعلنا له نورا إماما جعلنا له معرفة بإمام زمانه كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ليس عارفا بإمام زمانه ميزوا بين الأموات والأحياء بحسب منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة أو من كان ميتا لا يعرف شيئا فأحييناه أحييناه بمعرفة إمام زمانه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وهو الذي لا يعرف إمام زمانه لأن العنوان هذا الذي تتحدث أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن معرفة إمام الزمان المراد من ذلك معرفة الدين بكله إنها العقيدة السليمة عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك مجموعة حلقات أعرف إمامك من هذا البرنامج هي خارطة لكل العقيدة السليمة في دين العترة الطاهرة فهذا هو المراد من معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه خلاصة القول من الحلقة ثلاثمية واحد وثمانين في أول يوم من شهر رمضان وإلى هذه الحلقة أربعمية أو عشرين ونحن في اليوم العاشر من شهر شوال ركست القول على نقطتين مهمتين بعد أن حدثتكم عن منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة وعن علاقة كل ذلك بدين العترة الطاهرة وبالمذهب الطوسي فدين العترة الطاهرة هو دين منظومة طيب الولادة والمذهب الطوسي هو مذهب منظومة خبث الولادة ركست الحديثة على نقطتين النقطة الأولى الشذوذ الجنسي المنتشر في المذهب الطوسي العباسي اللعين وهذا هو أدل دليل على عباسية هذا المذهب وشيص بانيته وقذارته النقطة الثانية ركست الكلام والقول على الخمس وتناولت الموضوع من أهم جهاته وبصدت الحديثة في كل المطالب المرتبطة بهذا العنوان لأجل أن أثبت لكم من أن المذهب الطوسية من أبرز علائمه في الكواليس وليس على خشبة المسرح في كواليس المسرح من أبرز سماته اللطية واللصوصية لهذا السبب ركست الكلام على هذين الموضوعين في الحلقات المتقدمة حدثتكم في البداية عن منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة ثم نقلت الكلام إلى الشذوذ الجنسي العنوان الأقبح في الشذوذ الجنسي اللواط وبعد أن تم الكلام في هذا الموضوع انتقلت بكم إلى الخمس وهاني أنهي كلامي عن الخمس في هذه الحلقة الخلاصة هي هذه هناك منظومتان منظومة طيب الولادة وهي منظومة دين العترة ومنظومة خبث الولادة وهي منظومة السقيفتين منظومة سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس الحديث عندنا مركز بخصوص سقيفة بني طوس لعنة الله عليها صار واضحا بعد الحديث عن المنظومتين صار واضحا من أن اللوطية واللصوصية من أبرز سمات المذهب الطوسي في الكواليس في كواليس المذهب وليس على خشبة المسرح أعتقد أن الصورة صارت واضحة أني وضعت بين أيديكم أربعين حلقة هذه هي الحلقة الأربعون منذ بداية شهر رمضان وضعت وضعت أيديكم أربعين حلقة بالوثائق والحقائق والأدلة والمصاديق والشواهد أعتقد أن الأمر وصل بنا إلى هذه النتيجة وإلى هذه الخلاصة من أن أبرز سمات المذهب الطوسي اللوطية واللصوصية لا أريد أن أقول أكثر من ذلك لكنني أذكركم بأن ما تم بحثه في حلقات الخمس يشكل نقطة دالة بالنسبة إليكم إذا أردتم أن تجعلوها نقطة دالة واضحة على أساس ما تقدم من بياناته فإما أن أكون جاهلا ضالا محرفا وإما أن يكون المراجع الطوسيون من السفهاء والجهلاء أو من اللصوص أو أنهم يجمعون الصفتين وحينئذ يجب عليكم أن تتخذوا موقفا واضحا من هذا الأمر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر